مبراطينا اليوم مبراطينا فيها الدوري المصري الممتاز ولكن الاحتفال بالنادي الاهلي بالتأكيد لن ينتهي اليوم عند جمعين النادي الاهلي وعند كل المتابعين وعند كل الشعب المصري الاهلي شرفنا في دوحة وفاز ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعد موسم 2006 موسم تاريخي وعظيم للنادي الاهلي بطل دوري بطل كأس بطل دوري أبطال أفريقيا وأخيرا برونزية كأس العالم إنجازة عظيمة كابتن إسماعيش طبعا ألف مبروك النادي الاهلي وجمهوره مجلس قدرته وعيبته المصر كلها الحمد لله يعني نشوفنا ضربات الجزاء بس آه آه كان بسيط يعني سواء طيبا حسب اللي عن افنان وضربات الجزاء كهيت كل حاجة وشناوة غالله مش اكترى شناوة بطل يعني شناوة بطل آه الفور متأكيد كابتن عمزاه مبروك لمنزومة النادي الاهلي مبروك لمصر كلها لأن النادي الاهلي النهاردة مش النادي الاهلي النادي الاهلي بيمسل مصر كلها صحيح ده. اه زي ما انا قلت لك انا اه مفتخر جدا النادي الاهلي النهاردة اه ان هو اخد المركز التالت ومبروك ليهم مبروك لينا كلنا وعلينا نحن نفرع النهاردة. صحيح كابت سدان. مبروك طبعا النادي الاهلي حاجة مشرفة تاني مرة في تاريخه. اه يعني حدث كبير ومهم والاهلي بيمثل بيمثل مصر كلها يعني اكيد كل المصريين كانوا يتمنهم تشريف كويس. نادي الاهلي عام بوراة كبيرة قدام باير ميونيخ والنهاردة يعني عامل موراة فيها مجودة عالي جدا وباين ان هما الاجهات كان باين على اللعيبة من الموراة اللي فاتت بس قدروا ان هما يسمودهم ويكملوا. اه طبعا بنحيي طبعا الشناوي على المجهود الكبير اللي بازلوا وعمل موراة كبيرة جدا وتقريبا تصدل لتلات دربات جزاء مسيكهم والكورة اللي طلعت برا. يعني يعني هو بيمثل دور كبير ومكسب كبير جدا نادي الاهلي وبنبرك لهم واكيد برضو ان يعني في فرقة تانية اه لو كانت موجودة كتقدر برضو تشرف مصر ودي حاجة مهمة جدا لنا ان احنا دايما نكون متواجدين في 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 احداث كبيرة زي دي. والتوفيق طبعا لكل فرقة المصريية مبروك مرة تانية للنادي الاهلي وجمهوره. بالتأكيد تهانينا ليه جماهير النادي الاهلي ادارة النادي الاهلي الجهاز الفني للنادي الاهلي لعبي النادي الاهلي مليون مبروك برونزية كأس العالم للانداية الفين وعشرين يا رب دايما في انجازات وافراح وتمثله الكرة المصرية خير تمثيل حاجة مشرفة للغاية الف مليون مبروك تحية خاصة لمحمد الشناوي اللاعب الرائع اللاعب المبدع اللاعب اللي دايما في الموعد وعمره ابدا ما عمل ازمة عمره ابدا ما عمل مشكلة ودايما ناجح ودايما بيظهر بشكل رائع ومطالف